موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى 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 الصوص الخاص بالوصفة دي عليها كوب من المايونيز عليها ثلاث معلقة كبار من عصر أبيض اتنين معلقة كبيرة خلطوا فاح وهو الأساسي في الوصفة دي على فكرة كوباية من اللبن ورشة ملح طيب تعالوا نقول بسم الله هاخد كده بال ونبدأ نشتغل على المكونات بتاعتنا أول حاجة هنعمل الصوص نفسه وبعد ننزل فيه الكرومب والجذر مع بعض طبعا نسبة الجذر زي ما حضرتكو تحبه زي ما انتوا عاوزين عايزينها كثير عايزينه قليل مش عايزينه خالص زي ما تحبه هعمل كده حاضر بسم الله ناخد كده كوب المايونيز طبعا اتفقنا نحن المايونيز عملناها قبل كده وعملناها من غير بيت وايه جميل جدا ما بتعمل في البيت عندي خل التفاع عش كتير وعندي العسل وممكن يحل محلو السكر الابيض عادي بس الوصفة دي وصفة جميلة جدا ان شاء الله حضرتكو تجربوها وتعجبكو هبدأ رشع من الملح وعندي هبدأ انزل بالكرومب لحسب انتو حابين النسبة والتناسب قد ايه اهو وقادي الجزر نجرب كده نشوف النسبة دي قد ايه تعالوا نقلب كده مع بعض هنا الاول هضيف شوية لبن هنقلب الوصفة الجميلة دي اتلا اهو مع المايونيز ومهم قوي انها تسقع حل عشان تدي حضرتكو الطعم ان انتو حابينه في السرطة الجميلة دي تبقى كده جوسي وحلوة تقدروا تستخدموا المايونيز اللايت تقدروا تعملوا المايونيز في البيت طريقة سهلة وجميلة احنا عملنا قبل كده التومية وعملنا وصفات كتير قوي حلوة تقدروا حضرتكو كل ما تعملوا الحاجة في البيت بشكل جميل كل ما هنتزداد اه يعني خبرة في الموضوع وكل مرة هنكتشف حاجة اضافة لنا وهنكتشف طعم حل ورسبي هتبقى بنسبة نسبة انا الحقيقة لما بعمل حاجة في البيت وبجرب كتير وباجي اعمل حاجة معينة وبلاقي الرسبي دي مظبوطة والطعم ممتاز بجيب عندي دايما يعني بوكلت أو حاجة بكتب فيها كشخول كبير بكتب فيه واكتب كده الوصفة الفلانية انا عملت فيها كذا ولما اضافت كذا اديني كذا وكان فيها عيب كذا ولما اضافت كذا زبطت معايا وفرق معايا في كذا عشان لما اجي اعملها مع حضراتكم ابقى انا عارفت حتى ما بقاش نسيت الطبيعي ممكن ننسى غصبا عننا ابقى عارفة ايه دي فهات اللي تهانت في الوصفة دي اتلاشاها او اذكرها لحضراتكم عشان ما تقعوش فيها فتتجنبها دي حاجة مش عيب ان احنا ندون الحاجات دي وطبعا عندي طبعا اكيد حاجات كتير من ايام زمان بقى من حاجات مونتي خدت منها وصفات كتير وبيطاء من ايام ما كانت الوصفة او المقادير بالرطل ما كانش بتقال عليهم يعني كلوات زي دلوقتي والحاجات دي وصوا بقى هنقدمها بصوا جميلة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم بيبدل نثبت القصاص انا مش عايز اللبن يبقى كده بس مجرد انه يدي بقى دي لما بتسقع بقى هليني بس ايه اشيل كده الكام ورقة كابتجل ويقع دون دي لما بتسقع بقى بتبقى رائعة تكلوها تستمتع بيها وبطعمها هنعمل كمان حلو معانا خليني بس ايه هنبدأ اقدمها كده بشكل جميل في التقديم هناك بسم الله دي سلطة تركع لسلوب هنبدأ بقى ممكن نجمل كده ايه الحروف هنا شوية كده من الجذر من فوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة